طلق وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجي براندي وذلك في إطار تشاور حول مختلف الموضوعات في محل الاهتمام المشترك تنول الاتصال التعاون المتميز القائم بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي وما تجلى في مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع السنوي الأخير للمنتدى والمنعقد من بندينة دافوس السوسرية في شهر مايو الماضي والذي تضمن في شق منه برنامجا خاصا حول دورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر وتترأسها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم وفي هذا السيق أعرب وزير الخارجية عن التقدير لدعم المنتدى الاقتصادي العالمي للرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 وحرصها على نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر